أكثر علاقة متينة مع الموت لابد أن تبدأ في العراق فما بين العراقي والهلاك قصص لا تنتهي وجديدها فيروس كورونا لكن الحظ الأكثر سوءا تزامن غريب ومصادفة أثارت الغضب والخوف والهلع ساعات قليلة بين قرارين الأول وفق فيه وزير الداخلية على دخول الإيرانيين إلى العراق بدون تأشيرة والثاني وجه فيه الوزير بتشديد الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة ما بين القرارين كان الغضب قد عم صفحات منصات التواصل الاجتماعي بنشر هاشتاغ أغلق الحدود مع إيران بعيد إعلان إيران وفاة شخصين في مدينة قم بسبب فيروس كورونا تسد الرحلات اللي ويا إيران وتشفونا شر المشاكل لا خلاف هذا الحجي توصل لفنك فنك لا عمي نطلع للمطار ونسد الرحلات ويا إيران هاي سالفة ما يقبلها لا صاحي ولا لمسودا الرحلات الجوية علقت بين البلدين تدابير مشددة اتخذتها وزارة الصحة لمنع دخول الفيروس إلى الأراضي العراقية ليشمل القرار مطاري بغداد والنجاف باستثناء الوفود الدبلوماسية هذه المرة إيران ليس كما يذكر اسمها في التدخل السياسي لكنها موجودة بالفعل بخطورة وصول الفيروس القاتل إلى العراق في مواجهة صحية طبية مؤهلة أمام الفيروس الفتاك نصائح وإرشادات أكدت عليها المرجعية أيضا نناشد جميع الجهات المعنية أن تكون بمستوى المسؤولية وأن ترفع قدرات هذه المؤسسات إلى أعلى ما يمكن تجنبا للبلاد والعباد من هذا الخطر وعلى الرغم من التوتر السياسي الذي يطالب كثيرون قطع يد طهران عن التدخل في الشأن العراقي إلا أن القطع هذه المرة كان إجباريا وبإرادة كورونا الذي فرض الخوف منه تشديدا بين حدود العراق وإيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر